يعني هل مسموح من الاب يعني دلوقتي حضرتك بتجوز بنتك اهو اي اب بتفرج عليه هل طبيعي اجيب عريس بنتي او اللي هو هيبقى جوزها اقول له خلي بالك مسئولياتك كذا ومسئولياتها كذا وما تشايلش بنتي اكتر من طائطها لان الاهالي بتساعد في الجريمة دي اياحي الاهالي لما بتيجي تشتكي البنت الماها بعد كده تقول لها عادي مانا يا ما شلت بتحسسها لو ايه مانا وانتو صغيرين عملت كل حاجة ايه المشكلة فبتحس البنت انها بين نارين ارجع لبيت اهلي ما بيلوموني ان انا ازاي بمتزمرة واروح لجوز يقول لي ده الطبيعي ايمان انا لما تقدم لي عريس لبنتي انا قلت له حاجة واحدث لما قال له انا عايز ايه ومش عايز قلت له ايه مش عايز حاجة ايه حاجة واحدث تعرف يعني ايه راجل وزوج انا محتاج تفهم وتتعلم وتخش قرص وتتعلم خلينا بقى رشدة لا اي حد يجي تقدم لبنتك او لبنتك اسمعوا الكلامنا وده انا انا بعمله دلوقتي وبعمل حاجة كبيرة جدا لتعليم يعني ايه زواج ايه دورك دورك في اول سنة ايه اللي يحصل تعمل ايه وايه ادوارك وايه اللي تقوم بي وايه هي دورها ولو حصل خلافات ايه اللي نعمله مع بعض قبل ما نوصل للمشكلة للاخر لو انت النهاردة شخصيتك النهاردة عصبي او انت متدايق وهي متدايقة ينفع نفصل عن بعض وينفع نتعامل مع بعض ايه دورك ايه الدور اللي بيقوم عليه راجل احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع اني ما حاش عارف دوره لو جيت سألتك انت دورك ايه دوري عمل واحدين ثلاثة اربعة اخم زي اللي انت حكيتين طب ودوري ايه دوري ان انا اشتغل دي مش حياة وعشان كده فيه خلل بيحصل يا ايمان ودايما نقولك ايه ما انت مش حاسس اصلا انا غصب عني اصلا انا مجبرة ما فيش حاجة اسمها مجبرة احنا في يوم من الايام هنوفق قدام رب العالمين هيتسئل على ادوارنا مش ادوار غيرنا احنا هنتسئل على ادوارنا يا ايمان مش ادوار غيرنا احنا هنتسئل يا ايمان تاني على ادوارنا مش ادوار غيرنا ما للأسف